بسم الله الرحمن الرحيم مع كنز العظيم جدا من كنوز السنة الفضل العظيم لقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عاشرة مرات يحبز أن يكون هذا صباحا ومساء أنا كنت تكلمت عن هذا الزكر قبل ذلك لكن اطلعت على حديث آخر فيه مناقب عظيمة ليست موجودة فيه السادق من طريق آخر طبعا هذا يقول الحديث وأكد عظمة هذه السنة روى الإمام أبو بكر الحافظ أبو بكر عبدالله ابن محمد الملكي ملكي المذب في كتابه رياض النفوس في طبقات علماء القيروان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بارئ من ذنوبه كيوم ولدته أمه بارئ من ذنوبه كيوم ولدته أمه وعوفية من بلاية الدنيا وعوفية من بلاية الدنيا منها الجنون والجذام والبرس والريح ريح اللي هو انفلات الريح فأكثر الناس ببعندها القولون العصر ويبعث الله عز وجل سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى الليل يعني روبر سبحانه تعالى يوكل سبعين ألف ملك يستغفرون لك إلى الليل وهي رقية من تسعة وتسعين أداء وهي رقية فأكثر للناس قد تقول لحول وقوة الله ما عنداش فكرة أنها تدمج بسم الله الرحيم فدمج بسم الله الرحيم لحول وقوة الله الرحيم عشر مرات على القلب ويحبت صباحاً ومساعاً عشان ما فيستفيه استغفار للملاكة طول لطول اليوم من الصباح والمساء والمساء للصباح وما فيش ماناة عينكتة تزود يعني مش لازم تتقف على العشر مرة عايز تخليها عشرين أو تلاتين ما فيش أي ماناة يعني انزلوا معافاة من بلاية الدنيا فإذا كلمة بسم الله الرحيم مع يؤكد هذا أن عبدالله بن مسعود كان بيقول اللي بيقول بسم الله الرحيم ربنا ياقي شر التسعة عشر الزبانية شر ربنا يابي صبحانه وتعالى في صوت المدسر عليها تسعة عشر تسعة عشر دولهم رؤساء زبانية جهنم بسم الله الرحيم بتدي قوة قوة قوية جدا وأي يوم عمل لم يسك عليه اسم الله فهو أبطر أبطر يعني مقتوع الأصل منذوع البركة فبسم الله الرحيم قبل بداية أي عمل فيها بركة عظيمة فلما تضمج مع الحول القتل بالله اللي برضو هي فيها قوة عظيمة تصبح قوة عظمة أقوى ف طبعا فضلا عن الفضل العظيم اللي حاول قتل الله لوحدها كنز من كنوز الجنة باب من أبواب الجنة ليكسب منها يبقى بالزاكين لله كسيرا والزاكرات لأنها باب من أبواب الجنة فيه باب اسم الصلاة باب اسم الزكاة باب اسم الريان باب اسم الحجة والعمرة باب اسم مجهد في سبيل الله باب اسم الوالد يدخل منه الذين يبرون أباهم وأمهاتهم وذوي أرحمهم بايزن لحاول قتل الله بتنفي الفقر وتفسط الرزق القتل ترك عبد الكلا بيقولها مئة مرة على الإعالة كل يوم بتنفي عنه الفقر فبالك بقى لما تقول بسم الله أحمر رحيم لحاول قتل الله اللي حاول على قتل الله العظيم والرسول بيقول رقية من 99 دا بايزن معافاة من الأمراض صواب عظيم استخفار 70 ألف ملك تولي اليوم تبرأ من ذنوبك كيوم تعود ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك حاجة أشبه بالحج أنا كلنا زنوب يا ريت عشر مرات مثلا صباحا ومساءا أو أكتر لو تحب وأكتب لكم الحديث في الوصف وتعالى الفيديو انسقوا هذا الكلام ونشوه نشوه نشوه من في طواب العظيم أقول قولي هذا أستخفى الله بلدك ترجمة نانسي قنقر